بعد الاكسرسيز على انكسار وانعكاس الضوء اول الاكسرسيز بيقول لي بيسقط من الهواء على الماء يبقى اعطيني زوية السقوط 30 درجة جزء من الضوء بيحدث له انعكاس والجزء الاخر بينكسر اوجد زوية الانعكاس وزوية الانكسر رسمة بسيطة بتوضح لي اعطاني زوية السقوط phi1 بتساوي 30 درجة ومن قانون الانعكاس ان زوية السقوط بتساوي زوية الانعكاس اذا phi1 الرفلكتد انجل هتساوي زوية السقوط 30 درجة عشان احسب الرفلكتد انجل اللي هي زوية الانكسر phi2 هستخدم ستنين لو n1 صين phi1 هتساوي n2 صين phi2 n1 معامل الانكسار للهواء زوية السقوط في الهواء لازم يقون اعطيني n2 للوطر معامل الانكسار 4 على 3 اقدر احسب صين phi2 صين phi2 هتساوي صين 30 على 4 على 3 تطلع القيمة اعمل شفت صين الانصر احسب زوية الانكسر لاحظنا ان لما الشوع انتقل من وسط اقل كسافة ضوئية الى وسط اكبر كسافة ضوئية او لما كانت n2 اكبر من n1 الشوع انكسر مقترج من النورمال الكلام اللي قلناه واحنا بنشرح عملية الانكسر السؤال الثاني اكمل الآتي بعض الفراغات ممكن تجيني if the index of refraction is 2 معامل الانكسار the speed of light is نقط times the speed in vacuum السرعة في الحالة دي بقولي قارن السرعة ما بين سرعة الضوء في الفاكيوم وسرعته في الوسط اللي معامل الانكسار بتاعه اتنين هاستنتج منين اغطول اروح للقانون الان بيساوي السي على الفي الان اتنين السي والفي اقدر اجيب العلاقة بينهم الاتنين هتساوي سي على في لو ضربت اطرافين في وسطين يبقى الفي هيساوي نص سي لان السي هتساوي اتنين في او الفي هتساوي نص سي بي when a light ray is reflected the angle of reflection equal the angle of incidence زاوية الانعكاس هتساوي زاوية السقوط ايضا بعض الفراغات when a light ray go from an optically denser medium to an optically rarer medium the rays are bent هتنكسر away from the normal total internal reflection لانعكاس الكل الداخلي can occur when light goes from a high dense to low region it occurs when the sign of the angle of refraction would be one او اما فاي تساوي تساين اذا ساي سين فاي هتساوي واحد الكلام اللي شرحناه في total internal reflection سؤال اخر light with wavelength 500 nanometer in air enter water what is its wavelength in the water بيسألنا عطول الموج في الماء اعطيني اللامضة في ال air 500 nanometer ومطلوب اللامضة في ال water نرجع لي القانون اللي قلناه في اول شابتر N1 في لمضة 1 اللي هي ال air هتساوي N2 في لمضة 2 للوضر اذا لمضة في الوضر هتساوي N1 في لمضة 1 على N2 او معامل الانكسار للماء قدرت احسب الطول الموجي للضوء في الوضر السؤال الرابع alarm be emit slides at frequency of نصبح بيشاي ضوء ومدني التردد find the wavelengths in air احسب الطول الموجي في ال air if the light in dark glass with an index of refraction equal to 1.5 find the frequency and wavelengths نروح للسؤال الاول عندي السرعة في الفراغ وعندي الطول الموجي وعندي التردد والسرعة اقدر احسب الطول الموجي C بتساوي F في اللمضة اذا لمضة هتساوي C by F سؤال بسيط تعود مباشر حسب الطول الموجي في الفراغ عشان احسب السؤال الثاني الطول الموجي في الزجاج والfrequency احسب الاول الطول الموجي في الزجاج N1 في لمضة 1 هتساوي N2 في لمضة 2 اذا N1 اللي هو واحد لمضة 1 موجود الطول الموجي في الهواء N2 للزجاج اعطهوني في المسال اقدر احسب الطول الموجي في الزجاج لامضة 2 تساوي 4 في 10 اس سليب 7 السؤال بقى هل الفريكوانسي يتغير طبعا لا الفريكوانسي بيظل سابق يبقى الفريكوانسي is the same 5 by 10 power 40 هرتز السؤال الخامس the critical angle for light going from glass to air is found to be مديني critical angle لشوع ضوئي بينتقل من الزجاج الى الهواء what is the refractive index of the glass عاوز معامل الانكسار للزجاج لاستخدم قانون critical angle N1 في صاين فاي سي هتساوي N2 في صاين 90 لان critical angle بيقابلها زاوية انكسار مقدرها 90 درجة N1 صاين 36 30 احنا قلنا ال N2 اللي هي في الحالة دي الهواء وصاين 90 واحد إذا N1 هتساوي واحد على صاين 36 يطلع واحد وسبعة من عشر واحد هاي يقول لي ما احنا قلنا ان الزجاج معامل الانكسار لو عبل كده واحد ونص لا في انواع مختلفة من الجلس يختلف من نوع الى نوع اخر السؤال الاخير a glass light pipe in air will totally internally reflection a light ray if its angle of instance is at least 39 degree what is the minimum angle for total internal reflection if the pipe is in water light comes from glass to air الاشيعة جاية من الجلاس الى الهواء بنفس الطريقة هاستخدم N1 صاين فاي سي مديني الكريتيكال انجل وN1 مطلوبة مني الاني ثول وه баб لها э Somewhere 1 في صاين 90 وحد نفس الطريقة يبقى الاني ثولة الساواء واحد على صاين 39 يطلع الاني ثولة وللاج PAL 1.6 اشتركوا في القناة